السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوك يا رب أن تصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تركتها لك يا الله ووكلت أمري كله إليك وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك والأمور الصعبة التي تيسيرها هيّن عليك وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها والمسافات التي لا أعلم حجمها فإنك خير المستودعين جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 19 أيار مايو طبعا القمر موجود الآن في برج الثور في ساعة المساء بدو ينتقل لبرج الجوزاء يعني في عنا كل مسار القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وثلاث دقائق من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل قمر بعدها لمنزلة الهاقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم واستخراج الأعمال والأسحار والأمور هاي طبعا كل شيء بما ينفع والأورام والأمور الثانية ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر بما أنه الآن موجود في برج الثاور لغاية ساعات المساء معناته من ظلم نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثاور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراع قارمة أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو برفقة الأهل أو مناسبة معينة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين زحل طبعا هاي زاوية هي مستمرة من اليوم تسعتاش خمسة ولغاية يوم خمسة ستة ذروتها أو قوة تأثير هاي الزاوية من أربعة وعشرين خمسة لا يوم واحد ستة بتتشكل الذروة أو نقطة الذروة ثمانية وعشرين خمسة ساعة عشرة وخمسة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج طبعا هاي زاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج مننا إننا نبذ الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعل البعض أناني زيادة عند اللزوم تجعلنا قاسيين وعنيدين إن نتعرض لبعض الصعوبات بإنجاز مشاريعنا وإنعكاسات وإنقلابات على مستوى الوضعية تاعتنا فعلينا مراقبة أول إشي تصرفاتنا أفعالنا قراراتنا وصحتنا لأنه برضو الصحة مهددة بنوع من أنواع الإرهاق أما دوليا فهاي زاوية بالدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعة الثقيلة والطراب في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على الشعب وهذا الشيء ممكن يزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وأنه هاي الزاوية تأثراتها لغاية يوم 24-5 طبعا هي من يوم 11-5 كانت ذروتها يوم أمس وأنها هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام والمواهب الفنية بتصير في أوجها ميهنا للأحلام وأيضا قوة الحدث وبرضو هاي الزاوية بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي من يوم سبعة خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة تاثيراتها طبعا ذروتها مرت وإحنا في أواخر التاثيرات بيكون هنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا وبرضو هاي بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية برضو بتدفعنا للإثارة ولكن بتساعدنا على كفاح من أجل مثل عليا وهذا وقت مناسب ده بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشعور بالاطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تاثراتها من يوم 14.05 إلى يوم 29.05 دروتها القسوة يوم 21.05 الساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة بعد الظهر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا اليوم آخر يوم لهاي الزاوية هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وتأثيراتها من يوم ثمانية خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة طبعا ذروتها كانت يوم ثلاثة عشخمسة مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وأيضا بتضمن لك إخلاص محبوبك وخصوصا بالعلاقات الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي من يوم ثمانية خمسة ليوم اطناعش ستة تأثيراتها طبعا ذروتها يوم اثنين وعشرين خمسة ساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لا فعالية أو مناسبة أو حدث معين وإنجازه والتأثير والقيادي أما بالنسبة للزاوية التي تليها والآن بدأ الزوايا السلبية أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو طبعا من يوم احد عشر خمسة وإحنا بنذكرها وهذه الزاوية مستمرة ليوم تسعة وعشرين خمسة طبعا ذروتها يوم واحد وعشرين خمسة يعني بدأ حم هاي الزاوية الذروية رح تكون يوم واحد وعشرين خمسة الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة صباحا بتولد لدينا اندفاعات مختلفة أو مخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعائر قل نجاح المبادرات والعلاقات بهاي الفترة طبعا إلها علاقة بالعنف والإطراب والجنس والفضائح الجنسية والمشاكل والإرهاب والتفجير بإطناء كل هذا ذكرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم واحد خمسة ليوم تسعة عشر خمسة يعني اليوم آخر يوم لهاي الزاوية أيضا وعادة تحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة في التصرفات والطباع تجعلنا نخطئ في أحكامنا وبرضو في نوع من أنواع التحولات العنيفة بتصير في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لا توعكات في لها علاقة بالقلب أو تشنجات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم ثمانية وعشرين أربعة ليوم ثلاثة وعشرين ستة طبعا ذروتها يوم ثلاثة وعشرين خمسة في الساعة خمسة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينت هذه الزاوية يعني بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين بسببها وطبعا بتأثر على المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية وأيضا العلاقات الدبلوماسية وأمور إلها علاقة يعني أغلبها رح تكون بالسياسة وقيادات الجيش والأمور البنكية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي من يوم اثنين وعشرين أربعة ليوم اثنين وعشرين ستة تأثيراتها طبعا ذروتها كانت يوم ثمنتاش خمسة الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينت هاي الزاوية طبعا بتدل على تحولات خطيرة في حياتنا وبتدل على خسارة مالية أو ظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير عشان هيك منقول أنه في خلال الفترة هاي ما تبدأوا بمشاريع غير مدروسة وما تغامروا بالأمور المالية بشكل كبير وبرضو إلها تأثيرات سياسية وطبعا في حلقة كاملة عن موجودة على القناة عن هاي الزاوية اللي بحب يرجع يتأكد منها بالنسبة للزوايا اللي تأثيراتها اليوم قائمة مع القمر بشكل قوي جدا أو مع الكواكب الأخرى طبعا أول زاوية هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي ما بين القمر وما بين أورانوس وهاي ذكرناها يوم أمس لأنها الساعة 11.57 دقيقة مساء من مساء الخميس اللي هي قبل منتصف الليل ولكن تأثيراتها ابتيجي من ساعات العصر وحتى عصر يوم الجمعة يعني طيلة اليوم لغاية ساعات العصر مؤثر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية التلفزي التكنولوجيا السينما الميل لكل ما هو مدهش وغريب اما بالنسبة للزاوية اللي اتيت ليها وهي من زوايا اليوم اول زاوية زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين زحل وهاي كنا ذكرنا انه لها ذروتين ذروة الاولى كانت يوم اتناعش خمسة وان هاي ذروة سلبية رغم انها زاوية ايجابية لان عطارد كان يتراجع اليوم الذروة الثانية اللي هي تسعة تاش خمسة الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينا شو قلنا هاي الزاوية زاوية ايجابية لانها بتعزز قدرتنا على تحليل الامور ومناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه من ثابر في اعمالنا ومشاريعنا الوقت المناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتطلب التركيز او لانجاز مضاربات عقارية الها تركيز قوي جدا على يعني الصحافة وسائل الاعلام التاريخ التراث النزع المحافظة او التقليدية لبلاد معينة اه يعني زاوية نقدر نحكي انها ايجابية على كل هاي المستويات والاشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين نبتون وهي تأثيرات الساعة وحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بعد الظهر من ظهر اليوم الجمعة طبعا بتستمر تأثيراتها من صباح يوم الجمعة وحتى مساء يوم الجمعة يعني طيلة النهار بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل يعني برضو الها علاقة بالامور اللي الها علاقة بالنفط والسوار والسوائل والصيدلي ايضا والاشخاص اللي بيهتموا بعقيدتهم يعني بتعطينا جو روحاني شوي او احساس روحاني عالي او تواصل ديني عالي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الايجابية اللي بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون ذروتها الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر يوم الجمعة طبعا تأثير هاي الزاوية من مساء يوم الخميس على الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت هاي الزاوية بما انها اقتران ايجابي يعني مرحلة اللي هي اختفاء القمر وبداية ولاة الهلال عشان هيك نعتبر انه هذا اليوم من ساعات العصر تقريبا يعني بنقدر نقول انها فترة عالية جدا وقوية جدا وما بعدها من الايام يعني اول يوم وثاني يوم اللي هو السبت والعحد ولكن اقواها اللي هو من مساء يوم الجمعة ويوم السبت اي شخص بيبدأ بشيء جديد يعني وبكون مهم او بده يسمع خبر مهم اذا بادر في اليوم بالمسعى فيه بخلال الاسبوعين هذولا بيكون الرد ايجابي او سلبي وبقدر يحسم امره على هذا الموضوع يعني هاي بداية البدايات احنا منسميها عادة نسبة عالية من البدايات اذا بدت في هذا الوقت بتكون بداية ايجابية وفيها نوع من انواع المكاسب اذا كانت مدروسة طبعا صح اما تأثيراتها العامة فهي نتجه لتغليب العقل اكثر من العاطفة نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس برضو بتعطينا نجاح وتواصل جيد بالعلاقات العاطفية الها علاقة طبعا بالمجال الغذائي واللي بيشتغلوا في هذا المجال وايضا الرأي العام والحكومة والامور هاي برضو تكون بشكل ايجابي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون ذروتها الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غريليش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح وبتستمر حتى صباح يوم السبب بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا ايضا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة برضو الها علاقة بالوضع النفسي والحالات النفسية وايضا قلة في عدد العمليات الجراحية اللي بتيجي عن طريق الطوارئ يعني اللي هي انه يتعرض الانسان لصدمة ويتجه ويقرروا العملية فاليوم هاي العمليات بتكون قليلة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر من برج الثور لبرج الجوزاء هذا بيعني انه هاي الفترة اللي هي يعني تقريبا الساعة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج خلاص القمر بنتقل وباستقر في برج الجوزاء عشان هيك من ساعة المساء بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها الساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيج تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا وبتستمر حتى صباح يوم السبت بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبرضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية عالي جدا وبرضو بتدفعنا للإبداع يعني في تحولات إيجابية في حياتنا خصوصا من ساعات ما بعد الظهر إذن اتجمعت الأمور أنه من ساعات ما بعد من الظهر وما بعد أي أمور إلها علاقة بالطاقة والروحانيات والعبادة والتواصل الرباني كلها هاي فترة ممتازة جدا وتعتبر فترة البدايات الممتازة برضو بسبب ولادة الهلال أيضا في ساعات العصر كمان بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن ولغاية ساعات المغرب تقريبا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات المغرب وما بعد فهنا بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين الجهاز التنفسي ونبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام الجهاز العصبي ونظام التبادل هذولا بصيروا الأكثر حساسية فعشان هيك بدكوا ديروا بالكم من ساعات المساء وخصوصا أنها بدأت تأثيرات انتقال المريخ وارتفاع درجة الحرارة والغبار أيضا اللي عندهم مشاكل تحسسية للرئة أو ربو أو أمور لها علاقة بالجهاز التنفسي إصابات أو أمراض بالرئة بدهم يديروا بالهم بشكل كبير لأنه هاي الفترة فيها ضغط حتى من الرطوبة أيضا بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما في أي مشاكل العمليات الجراحية خلال هذا اليوم ولكن مش الأعضاء اللي ذكرناها طيلة النهار اللي هي العنق والحنجرة والحذال الصوتي والأمور هاي وفي ساعات المساء بتصير الأعضاء الأخرى المتعلقة ببرج الجوزاء ولكن إجمالا العملية الصغرة ما فيها أي مشاكل حتى لو كانت لهاي الأمور بس ما تكون في فترة قلو المسار أما بالنسبة للعمليات التجميل والحقن طبعا اليوم برضو مناسب لهاي الأمور وبداية موفقة لهاي الأمور بالنسبة لإزالة الشعر طبعا بالنسبة لإزالة الشعر معك لغاية ساعات الظهر لإزالة الشعر جيدة إن كانت بالليزر أو بغيرها أو بالطرق التقليدية ولكن من بعد ساعات العصر ما بنصح في إزالة الشعر اللي هو للناس اللي بيعانوا من من الشعر الكثيف أو غزارة الشعر أو بدهم يعملوا إزالة بالليزر أما بالطرق التقليدية والناس العاديين ما فيه أي مشكلة بالنسبة لقص الشعر طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن من ساعات المساء يعني بعد نقول بعد العشاء يعني بيكون انتقل القمر للجوزاء واستقر بشكل جيد فبتصير فترة جيدة لهاي الأمور فعشان هيك بنقول السبت أفضل لقص الشعر التجميلي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور وبده ينتقل انتقل للجوزاء فبندنا نحسب خلو المسار القادم خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد 21.05 بيبدأ خلو المسار الساعة 10.11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر طبعا خلو المسار حتى الساعة 3.28 دقيقة من صباح يوم الاثنين ليستقر القمر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 28 يوم في تمام الساعة 2.17 دقيقة صباحا بيصير عمره 29 يوم نسبة الإضاءة صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 20% القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يضلب الجوزاء لغاية يوم 22.05 طبعا منتحس هو الآن موعد بث الحلقة بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 20% عطارت في الثور حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5.06 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 طبعا بدأت التأثيرات السلبية لانتقال المريخ تقديروا بالكم الانتقال لولنا يوم 21.05 بدي ينتقل المريخ للأسد سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور لغاية يوم 4.09 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11.06 منتحس بنسبة 30% ياريت اللي ما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو ما سبش عليه أو ما كبسش على الكبسات ينزل اللي يتفضل يكبس على هالكبسات تحت وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة لأن الأجواء ما زالت إيجابية معناته فيه فرص للوضع المالي وهذه الفرص ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم أو حلول لبعض الضغوطات المالية وممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن بتكون تنتبهوا من الزيادة في المصاريف وصرف الأموال اللي هي نوع من أنواع الهروب من الواقع أو خلص بده يصرف وخلص الواحد بتكون تنتبهوا من هاي النقطة أيضاً اليوم بيحملكوا فرص لا هبات أو دعم أو يعني عطايا أو حلول مالية زي ما ذكرنا بس الانتباه من المصاريف أما من ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل للبيت الثالث فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبتدخلوا أرحلة ممتازة جداً ومناسبة لا الخروج بنزهة قصيرة أو للتعامل مع الإخوة والجيران وقدرة الإقناع بتصير عندكم ممتازة جداً والتواصل وسرعة البديهة أيضاً والحدث عالي جداً برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً فقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط طيلة اليوم لغاية ساعة المساء وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الوضع إجمالاً ممتاز جداً والطاقة ممتازة جداً والحيوية مرتفعة من ساعة المساء بصير التركيز على الوضع المالي بتصير الأجواء بتحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم وجيدة أيضاً للحوارات والنقاشات أو محاولة ترتيب ووضع مالي معين أهم شيء تنتبهوا من المصريف لزيادة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً الضغط ما زال موجود لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فمعناته بيتطلب منكم طيلة اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أن تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم رغم أن الأجواء جيدة وبتدعمكم وبتعطيكم طاقة وممكن تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة أو تعملوا بشكل روتيني بس ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تعصبوا أما في ساعات المساء فالقمر بوصل لعندكم تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة بيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي بتصير الطاقة مميزة وتعتبر بداية مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن واسعات النهار ولغاية ساعات المساء بتسعدوا من لقاء لإصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته وممكن يتوجهلكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء تتفاجئوا من اتصال أو حوار أو نقاش أو صداقة جديدة ولكن ما تتحسسوا من علاقاتكم بأصدقائكم إن أساوا تصروا في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم فعشان هيك بديوا يتطلب منكم هذا يعني من ساعات المساء والأيام القادمة عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا تعملوا بشكل روتيني وما تراهنوا على الحضوض نهائيا فترا فيها بعض الضغط ولكن إن شاء الله بتمر بسلام برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بيظل التركيز على السمع لغا طيلة اليوم أو العمل والعمل مع رؤسائكم أو مع مسؤولين أو مع أشخاص ذو نفوذ فالجو مناسب لأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يدخلوا تعديل على طبيعة عملهم وبيبسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الأجواء جيدة وداعمة ولكن بدون مغامرات أو مجازفات أو أي أمر بشوه السمعة بين ساعات المساء القمر بنتقل على البيت العلاقات الاجتماعية فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته الأجواء بتصير ممتازة تمشي معك الرياح بشكل جيد من خلال علاقاتك ومعارفك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيصلكم خبر من بعيد اليوم بالنسبة عالية جدا لموليد برج العذراء وأيضا أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم الأجواء جيدة للامتحانات واللقاءات والحوارات والنقاشات والتجارة والاستراد والتصدير وكل شيء حتى عن مستوى العاطفي الأجواء جيدة أما من ساعات المساء فهنا بيصير الجو شوي بميل الحفاظ على السمعة فعشان هيك بيصير مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بدون أي مغامرات أو مجازفات ممكن إنها تشوه سمعتكم أو ممكن إنها توصلكوا لشيء إلى علاقة بالقضاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية لأجواء جيدة على المستوى المالي والمطالبات المالية ومتابعة المؤسسات الحكومية مالياً أو المطالبة بالحقوق ممكن اهتمامات بمسائل إلها علاقة بالعائلة أما من ساعات المساء فهنا بيصلكم خبر من بعيد واتصالاتكم وحواراتكم بتنشط بشكل كبير وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات والنقاشات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً الأجواء ما زال فيها ضغط لأن القمر ما زال موجود مقابلكم بظل مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية وجيدة للاتفاق للحوار للنقاش للرفقة للتودد ما بين الشركاء ولكن بظل الطاقة ضعيفة بتكون تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية وأيضاً من العصبية أما من ساعات المساء فهنا بيتغير الوضع أكثر بتمنحكم الأجواء فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية تنتبهوا على أموالكم من التبذير أيضاً من النصابين المحتالين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً رغم تراكم العمل إلا إنه اليوم عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط من الراحة وتنتبهوا لصحتكم إنجزوا الأعمال بشكل مكثف خصوصاً الأعمال المهمة جداً لا تأجلوا أعمالكم لأنه القمر رح ينتقل مقابلك فطاقتك رح تضع حاول إنك اليوم تتمم كل الأعمال المهمة ولكن بدك تراقب وضعك الصحري من ساعات المساء القمر خلص بدي ينتقل وصير مقابلك تماماً بوسعكم تعزيز شراكاتكم وبصير الجو مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني يعني لازم شخصي ساعدك في مسألة معينة وتعزيز العلاقة مع شركاء المال والعاطفة ولكن بدك تحاذر الإنفعالات والعصبية لأنه طاقتك ضعيفة وإنتي الي رح تكون خسراً برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بظل النشاط على المستوى العاطفي عالي جداً خلال هذا اليوم وبترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو التواصل مع الأحبة أو مع الأبناء أو إنجاز بعض الأفكار الفنية أو الأدبية أو التجميلية أو الأمور اللي إلها علاقة بالعواطف إجمالاً يعني طاقة إيجابية عالية جداً طيلة اليوم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بصير التركيز على العمل ممكن تنجزوا بعض الأعمال المهمة وعندكوا قدرة على ذلك ولكن بدكوا تنتبهوا لصحتكم أيضاً يعني التركيز بصير على العمل وعلى الصحة أيضاً برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقة بالعقارات كاستيجار بيت أو بيع بيت أو أمور إلها علاقة بتعزيز الروابط العائلية واللقاء العائل والمناسبات والاحتفالات العائلية أو فرحة عائلية مثلاً ممكن يظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات السلبية ولكن حاول أنك ماتت جارة معها وتكبر الأمور أما من ساعات المسافة الأجواء رح تصير إيجابية بشكل قوي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبياً لأنه رح تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه مش أول خطوة ما زبطت معك تنسحب لا كرر المحاولة بتمشي معك إن شاء الله برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وأيضاً بوسعكم اليوم الخروج في نزهة قصيرة والتعامل مع الإخوة ومع الجيران أيضاً جيد الأمور اللي لها علاقة بالتجارة والحوار والنقاش وسرعة البديهة عالية جداً والحدث عالية جداً أما من ساعات المساء فهونا التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة حاولكم تدخلوا التعديل المطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم أهمش إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالإنزع طيب حطيتوا لايك وديسلايك وكومنت وشير والكبسات هاي اللي تحت والمش مشترك اشترك والمشترك لغى اشتراك كله هاد سوتوه يعني اللي سواه يكتب لي اللي ما سواه هاد ما سواه الله يسامحه وبدأ أقوله هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر